بموضوع الحجامة الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء بشري إلا الحجامة فإنها إلهية وعن رسول الله هناك حديث أيضا يسمى حديث الملائكة صلى الله عليه وسلم لما أسري بي إلى السماء ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قالوا يا محمد مر أمتك بالحجامة فإنها شفاء من كل داء وإننا نبدأ نشيل الدم من العروق الرفيعة هذا الضغط بيبلش ينزل بيقوم الجسم بيعمل دغري حارة رجلاج يعني بيعدي من ضمن التعديلات أنه يعصر الكبد ويعصر الطحال ليزد دم بقلب الدورة الدموية مشان الشخص ما يغيب عن الوعي لأنه ضغطه عم ينزل لازم هذا الضغط يتعدل طيب هيدول الخزانات اللي فضيوا من الكبد والطحال من ين لازم يتعودوا لازم يتعودوا من النخاء العظمي بإنتاج دم جديد وقت اللي بينتج دم جديد بينتج خلايا اسم خلايا محاربة السرطان تأدير إلهي ليش بيصير هيك ممنع لي هول الخلايا اللي بيطلعوا من بعد الحجامة بيروحوا وين في خلية سرطانية بيأكلوها هيدا سر الحجامة ومن هون عزيزنا كريم بيقول لك أنا حتى بالتجارب اللي عندي وحتى عند خيال الدكتور قاسم بصراحة عملنا حجامات لأشخاص عنده سرطان وقد شفيت تماما سبحان الله أنا سويت لشخص بالبحرين كان عنده سرطان بالرأس وبحمد الله عز وجل قد شوفيها وخيال الدكتور قاسم لشخص بالكلة فهو من قللك أن الحجامة أنتي بكتريال مضادلة للبكتيريا أنتي فيرال أنتي ميكوتيك بتشير أمراض الروماتيزم بتشير أمراض المناعة الزاتية ليش؟ لأنه عم يطلع عنا خلايا مناعية خاصة من بعد الحجامة هيدا في إلها سر ليش بتطلع كيف بتطلع شو سر إنه من بعد الحجامة بتطلع سبحان الله شكرا للمشاهدة